ناس كتير بتعاني من مشكلة انخفاض مساحة التخزين على الموبايل رغم انهم لا حملوا حاجة ولا ثبتوا اي تطبيقات فبتجيلهم الرسالة دي فبيضطروا يعملوا ضبط مصنع او بيعملوا سوفت فبيحزفوا كل البيانات من على الموبايل ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نعالج المشكلة دي من غير ما نحزف اي بيانات من على الموبايل دس الاول صلى عنها بكده ويلا بنا ندخل في كل التفاصيل اول حاجة هنعملها هنروح على الضبط او الاعدادات وبعد كده نروح على التطبيقات واول ما ندخل على التطبيقات بتظهر قدامنا البرامج وتحتها المساحة التخزينية او الساعة التخزينية للبرنامج وهنروح على البرامج اللي احنا بنستخدمها كتير او الاكتر استخداما علشان هي اللي بتكون وغد مساحة كبيرة من الموبايل يعني مثلا هنروح على الفيسبوك والمسينجر والانستجرام والتيك توك واليوتيوب وتويتر او برامج السوشيال ميديا بشكل عام لانها بتاخد مساحة كبيرة لان اي برنامج بيشتغل على الانترنت بيكون مساحة كبيرة او بيستهلك مساحة كبيرة من الموبايل فبنضطر كل فترة ندخل نعمل تفريغ بيانات زي ما هتشوفه حالا يعني مثلا هندخل على برنامج زي برنامج الواتساب والروح على مكان التخزين هنلاقي مسح البيانات ومسح التخزين الموقع هنمسح البيانات ولكن قبل ما نمسح البيانات لو في صور او اي حاجة احنا محتاجين هنحفظها على الستوديو علشان ممكن تفقد بعض الصور او بعض المعلومات اللي انت محتاجها من البرنامج وهنروح مثلا على برنامج الفيسبوك وهنعمل نفس الشيء هندخل على البرنامج وبعد كده نروح على مساحة التخزين ونعمل مسح البيانات قبل ما نعمل مسح البيانات نحتفظ بالبريد الالكتروني والرقم السري للبرنامج علشان لو احنا مش فاكرينهم ما نفقدش كل شيء وكذلك كل التطبيقات اللي احنا هنعملها تفريغ للذاكرة علشان مساحة التخزين ترجع للموبايل تاني وبرضو لو فيه اي فيديوهات كبيرة انت مش بتتفرج عليها او اي ملفات انت مش محتاجها احزفها اعمل لها حسف خالص علشان تستفيد بمساحة الموبايل وما يجيلكش الرسالة كل شوية لان الرسالة دي لما بتيجي تستخدم حتى الواي فاي بيقولك ان مساحة التخزين ممتلة ده الموضوع بمنتهى البساطة وبكل سهولة وبس كده يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم ودرت افيدكم بشكل كبير ما تبخلوش على اخوكم بالدعم لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على يتيوب اما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك لايك للفيديو ومتابع للصفحة ولو فيه عيسي فصار سهولي في تعليق وحارض عليكم ان شاء الله هشوفكم على خير في بيديوهات جديدة سلام